بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلواته ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فحياكم الله في لقاء جديد من لقاءات علوم القرآن نتحدث فيه عن تتمة ما بدأنا فيه في اللقاء السابق وذلك في بيان فوائد معرفة أسباب النزول تكلمنا وشرحنا وقرأنا بعض الفوائد مع ضرب الأمثلة فتكلمنا عن أن من فوائد معرفة أسباب النزول بيان أن القرآن نزل من الله تعالى ثم بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه ثم بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم ثم تكلمنا عن الفائدة المهمة لمعرفة أسباب النزول وهي فهم الآية على الوجه الصحيح فهم الآية على الوجه الصحيح هذه الفائدة ذكرنا لها أمثلة ولا مانع أن نذكر لها بعض الأمثلة الأخرى لأن من الأشياء المهمة في مسائل علوم القرآن أنها تحتاج إلى تكثير الأمثلة وتنويعها وذلك أن القارئ في كتب علوم القرآن سيجد أن الكثير من المسائل لا يذكر تحتها إلا مثال واحد والعجيب أن الذين يؤلفون في علوم القرآن يتتابعون على ذكر هذا المثال وقد يكون هذا من باب إراحة النفس من البحث عن أمثلة أخرى فيحتاج الناظر في علوم القرآن وخاصة من أراد أن يحرر ويكتب أن يعدد الأمثلة ويكثر الأمثلة حتى تكون شاهدة على هذه المسألة وسيأتي أن بعض المسائل ليس لها أمثلة أصلا وإنما هي مبنية على افتراض فإذا ما أردنا المثال الصريح الواضح قد لا نجده كما سيأتي إن شاء الله في صياغ أسباب النزول فلا مانع أن أذكر لكم بعض الأمثلة الأخرى لأن هذه الفائدة هي الفائدة الأهم في أسباب النزول قبل أن أذكر لكم بعض الأمثلة أقرأ عليكم ما أورده أهل العلم في بيان أو تأصيل هذه القضية فمعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ولا شك قال الإمام الواحد في أسباب النزول إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليه وأولى ما تصرف العناية إليها لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها طبعا الامتناع قد يكون في نوع من المبالغة في كل الآيات قد يكون في بعض الآيات لكن ليس في كل الآيات وقال ابن دقيق العيد بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن هذا القول لابن دقيق العيد من أشهر الأقوال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله من أشهر الأقوال التي نقلت في بيان فوائد أسباب النزول قال بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن وأنا أقرأ الآن من كتاب المحرر لما أردت أن أعرف مصدر هذا القول ذكر بأنه نقله صاحب الإتقال الذي هو السيوطي ورجعت إلى كتب علوم القرآن الأخرى ما أحد من الذين رجعت إليهم عزوا هذا القول إلى صاحبه طبعا بن دقيق العيد نحتاج أن نوثق قوله هذا حتى يعني العلماء الذين يعني عنوا بالتوثيق وهذه رسالة الدكتورة كنت توقعا أجد في الحاشية الإحالة على كتاب من كتب ابن دقيق العيد فبحثته فوجدت أحد طلبة العلم جزاو الله خيرا قد وثق هذا النقل في ملتقى أهل التفسير وأنصحكم بالمناسبة بالاستفادة من هذا الملتقى العلمي المتخصص فهو يفيدكم كثيرا ويجيب عن الكثير من التساؤلات التي تحتاجون إليها في إحدى المشاركات قال أحد المشاركين نقل مهم وتوثيق عزيز قول ابن دقيق العيد وبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب هذا النقل من النقل المهم في علم من أهم علوم الكتاب ألا وهو علم أسباب النزول ويتحدث ذلك النقل عن أهمية معرفة أسباب النزول وعزاه الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقال لبن دقيق العيد وتوثيق هذا النقل أحسب أنه عزيز فدونك أخي الكريم هذه الفائدة ولا تنسان من دعائك ثم قال فعن عبد الله بن مسعود طبعا هو لي أنقل الآن من كتاب من كتب ابن دقيق العيد سيأتي قال فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال أمرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا قال ابن دقيق العيد في شرحه لهذا الحديث وهذا الحديث يقتضي تفسير هذه الآية بهذا المعنى وفي ذلك اختلاف بين المفسرين ويترجح قول من ذهب إلى هذا المعنى بهذا الحديث ثم قال وهذا هو القول الذي اشتهر عنه وبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز وهو أمر يحصل للصحابة بقراء تحف بالقضايا هذا النقل مأخوذ من كتاب العدة حاشية الأمير الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام إذن هو في كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد فهذا توثيق لهذا النقل أحببت ذكره لأمرين لفائدتين الفائدة الأولى أن نعرف مصدر هذا النقل وأنه من كتاب من كتب ابن دقيق العيد لأن بعض النقول التي تنسب إلى بعض الأئمة لا يعرف مصدرها ومن الأمثلة على هذا مثال مشهور جدا نعرفه ويعرفه طلبة العلم وهو قول الشافعي في سبب في صورة العصر والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر كلنا نحفظ ومر علينا قوله لو لم ينزل الله إلا هذه الصورة على الناس لكفتهم أو لو تدبر الناس وهذه الصورة لكفتهم لكن أين قال هذا القول مع طول البحث مني ومن غيري لم نجد إلى الآن حسب ما أعرف أنا مصدرا للإمام الشافعي يدل على توثيق أو نسبة هذا القول إليه فمعرفة نسبة الأقوال إلى الآن مهم مطلب الأمر الثاني الذي أردته بهذا النقل والاستعراض أمامكم حتى يتعرف طلبة العلم على هذا الملتقى المهم الذي هو من أفضل إن لم يكن أفضل الملتقيات العلمية في تخصص التفسير وعلوم القرآن على وجه العموم فهو مهم ومن أفضل المواقع فأنصحكم بالإفادة منه وأكثر القائمين عليه من العلماء وطلبة العلم والمشايخ والمتخصصين والأكاديميين فيستفاد من هذا الموقع فنعود مرة أخرى لموضوعنا ونقول قال أيضا شيخ الإسلام معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يولث العلم بالمسبب ولهذا كان أصحق وليل فقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها إلى آخر النقول التي أوردها صاحب كتاب المحرر في أسباب النزول ثم ذكر أمثلة غير الأمثلة التي ذكرناها لكم سابقا في بيان فوائد أسباب النزول وأن فهم الآية متوقف على معرفة سببها من ذلك أخرج البخاري ومسلم وإمام أحمد ونسائع البراء بن عازب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت يعني جهة البيت الحرام وأنه صلى أو صلىها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون قال أشهدوا بالله لقد صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وهو المسجد الآن الذي يسمى مسجد القبلتين لأن الصحابة كانوا يصلون جهة بيت المقدس ثم جاء الصحابي فقال أشهد بالله أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل البيت فداروا وهم مكانهم وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم طبعا هذه الآية نزلت في آية القبلة سيقول السفاء من الناس مؤلاء من قبلتهم التي كانوا عليها الآية التي بعدها وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم فسبب النزول هنا يبين أن المراد بالإيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم المراد بالإيمان هنا الصلاة فلما نقرأ في التفسير وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم لماذا فسروها بالصلاة مع أن الإيمان معروف له الصلاح شرعي والتصديق والإذعان والإيمان بالله وملائكته إلى آخره لماذا فسرت بالصلاة هنا لأن هذا يوافق سبب النزول وهو يفيد فائدة مهمة جدا وهي دخول الأعمال في الإيمان وأن الصلاة من الإيمان خلافا لمن يخرج الأعمال من الإيمان فهذا أفاده سبب النزول من الأحاديث التي أوردها المؤلف كمثال أخرج البخاري ومسلم عن البراء رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا التي هي وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها قالت نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا يعني رجعوا إلى المدينة طبعا الحج كان معروفا في الجاهلية قبل الإسلام لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه يعني دخل من الباب يعني خالف عدتهم فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها فسبب النزول هذا يبين أن المراد بالإتيان هو الدخول وليس مجرد المجيء كما أفاد أن المراد بالبيوت بيوتهم وليست بيوت غيرهم ولولا وجود سبب النزول ما تبين هذان المعنيان من لفظ الآية المجرد من الأمثلة وهو مثال مهم وقد يخفى معناه لو لم يعرف السبب أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنساء عن عروة ابن الزبير أنه سال عائشة رضي الله عنها يعني إيش العلاقة بين القصط في اليتامة والعدل معهم وبين فانكحوا ما طاب لكم من النساء إيش سالها عن هذا قالت عائشة هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى يعني بأقل من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهم إلا أن يقصطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء فسبب النزول هنا بيّن الصلة في الآية بين الأمر بالقصط في اليتامة وبين نكاح ما طابع من النساء ولولا وجود السبب لم تتبين الصلة هذه أمثلة أخرى تضاف إلى الأمثلة السابقة وهناك أمثلة كثيرة لكن مهم جدا أن نتعرف على الأمثلة أكثر كلها تبين هذا الأمر المهم جدا وهو أن سبب النزول يفيد في معرفة معنى الآية نقف عند هذا الحد وبهذا نكون قد ختمنا الحديث عن هذه الفائدة أن نفهم الآية على الوجه الصحيح من أهم فوائد معرفة أسباب النزول أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين